السلام عليكم مرحبا بكم بقناة مطبخ قرمه مرحب بكم كامل نقولكم مرحبا بكم عندي في القناة وانتمنى ان شاء الله كامل لكم لح في هاد الشهر الكريم اليوم حضرت لكم فيديو جديد لكم كبدة مش رملا يعني كوحد كيفاش يطيبها هذي على طريقتي وتجيب بنينا بززاف انتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو واذرق ما انتبوش عليكم واشنخليكم مع هاد الفيديو نبدو على بركات الله هنا في المقلاة وسيت 3 مغرفة الزيت والكبدة كما كم تشوفوا فيها مقطعة وكنت شللتها بالخل يعني يشلو الكبدة تاكم بالخل خليتها شللتها وقترتها ونخلي حتى الزيت تاعة يتسخن باش علاش كي نواسيها في المقلاة ما تلسقش هنا كنت نسيت ما ضفت هذا القلب هكذا كما كم تشوفوا مقطعة مقعبة وما يجو كبار وما يجو صغر نغطيوها لخط الترش هنا كنت حتيت هذا القلب نخلي في الأول النار تكون شوية قاوية وبعد نقصل على النار ونخلي الكبدة تاعة تنقلها نصف دياب هنا هي بعدما يعني القلب اللي نقلها اللي مليح نحيتو غط القلب ما يتشربلش يتشرمر غير الكبدة كما كنتشوفوا فيها بعدما طابت له نصف دياب ما كانش طابت كامل عندي في بول واسيت خمس سندات ساعتهم بحجمهم كبار لكن لان كنتم صغير دونوا بزاف واسيت طوماتيش كونسانتخي مغرفة صغيرة ماشي بزاف واسيت شوية تعلما وبنسبة التوابل واسيت شوية ففلكحال شوية كروية ماشي بزاف والعكري هذه هي وكما كنتشوفوا فيها قلق من خليك الدرسة هاكدا نقليها هاني هادي على طريقتي نقليها شوية وهناي بزاك البود نعاود هاكدا نشله كامل بزاك الدرسة كامل قلت تكون ليه يحب تحب الكبدة مش رملا تحب الثوب وشوية كروية ما تقطرش كروية بالاول تمرر الحاجة نغطيها ونخلي الكبدة حتى نشوف هذيك اللاصص عقدت هنالي نضيف الملح وضغت شوفها بسحن تقديم وهذي الكبدة نشربها اللي حدمتها معاكم كيما قلت لكم اضيوا كامل خطوات اللي درتها وتجربوها وتكتشفوا البنتيحها كين بزاف كنت درتها ديجا في القناة وكين بزاف لي جربوها وعجبتهم هالطريقة وفي الاخر نخليها تبرد ندير مغرفة كبيرة بتاع الخل نرشها بالخل وهذي الكبدة تاعي اللي حدمتها معاكم اليوم قد تكون في الاخر عاوة تلواسيت لها شوية كروية وهذي هي حتى تجي لاصص عقدة وتجيب بنينة بزاف ان شاء الله تجربوها تعبت الحكي تكون عندكم واجدة الكبدة تجربوها وتكتشفوا البنتيحها وهذا هو الفيديو اللي حدمت معاكم اليوم نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونعجبكم وسيوليجم وشاركوه في القناة خليتلكم اللي هنا وراح تلبى الفيديو واخر ونقلكم اتها الله في روحكم وصحة بطركم وصحة صحركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة